السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أمميون لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحبتي في الله يريد تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام على ما تدل دا اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لرؤية الرسول في المنام من رأى الرسول فقد رأاه حقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول قال من رأاني في المنام فقد رأاني حقا ولا ينبغي للشيطان أن يتصور بصورتي يعني الشيطان ما يتصورش أبدا في المنام بصورة الرسول عليه الصلاة والسلام رؤية الرسول من الرؤيات الجميلة جدا 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 للرؤي اللي يستبشر بها خير في دينه ودنياه رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام من الرؤيات اللي بتطمن الرأي في منامه على أن هو يستبشر بالخير والسعادة والفرح والسرور ليه وكمان رؤية الرسول هنا في المنام بتدل كمان على أن هو هيسمع أخبار سرة رؤية الرسول الرسول هنا للرؤي في المنام بتدل على صلاح حال أحوال الرأي في دينه ودنياه بتدل كمان على الخير للرؤي رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام بتدل للرأي على إنه قريب من الله بالطقوة والإيمان للرأي بأمر الله تعالى لو كان الرأي فيه منامه إنه هو شايف في رؤياه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في الوقت دوت عنده مشاكل كان عنده هموم كان عنده كروب كان عنده ديون ده دليل على فك القرب وزوال الهموم وزوال المشاكل للرأي ودليل على الرزق ودليل على سماع الأخبار الصارة للرأي وكمان دليل على الفرح ليه يعني في الفترة القادمة هتكون للرأي استبشرات ببشرات كثيرة جدا هينعم بيها وهيفرح بيها جدا رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام من رؤيات الجميلة جدا اللي مش محتاجة تفسير إن الرأي لو الرأي شاف في منامه الرسول عليه الصلاة والسلام دلت معاه لمدلولات كثيرة وتفسيرات كثيرة فرح سعادة رزق مال صلاح حال الرأي فيه دينه ودنيا طب مثلا لو الرأي دوت كان إنسان مش على صلاة ولا على تقوى وشاف الرسول عليه الصلاة والسلام ده دليل برضك ليه بأنه يستبشر خير بأنه إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفترة القادمة هيكون إنسان صالح ويكون إنسان على تقوى ويكون الإنسان ده متقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام من رؤيات الجميلة جدا للرأي بتدل على البشارة ليه بالخير والسعادة وصلاح الأحوال في الدنيا وصلاح حاله في دينه ودنيا بشكركم جدا على حسن استماعكم وياريت تعملوا لايك وشير للفيديو وأي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليقات وأنا إن شاء الله بإذن الله هرد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته